موسيقى ما هو الدليلنا إلى الله ما هو الدليلنا إلى النبوات ما هو الدليلنا إلى المعاد ويوم القيامة هناك أمور بديهية ولكن غالب هذه التفاصيل تفاصيل نظرية إحنا كيف نكشف عالم الغيب لعل لا نستطيع أن نكشف بعض معادلات عالم الشهادة ولكن إشلون نكشف مبهمات عالم الغيب كيف نكشف صفات الله سبحانه وتعالى بالقدر المتاح لنا نحن البشر كيف نعرف الله كيف نعرف النبي كيف نعرف الإمام ما عندنا وسائل معرفة هذه الأشياء في الكنز نحتاج إلى فأس عندك الفأس تصل إلى الكنز ولكن إحنا ما عندنا أدوات كشف عالم الغيب هنا يظهر دور من أدوار أهل البيت أهل البيت هم أدلاؤنا على الله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين يكشفون لنا أسرار عالم الغيب ويضعوننا على الطريق الصحيح في رؤيتنا إلى عالم الغيب الآخرين كيف يسيرون في هذا الطريق نحن مطمئنون إن مطمئنون من هذا الطريق ليش لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي هذا الحديث مو إحنا نذكره يذكره كبار علماء العامة راجعوا صحيح الترمذي هذا الحديث موجود في صحيح الترمذي بلفظ عترتي هذا الحديث موجود في صحيح النسائي بلفظ عترتي نحن مطمئنين إذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سألنا عن هذا الخط عن هذه الرؤية عن هذا المسير هذا هو المبرئ هذا هو الحديث الذي اتفق عليه كافة المسلمين حتى ابن حجر وهو ممن تعرفون في تعصبه وألف كتاب الصواعق المحرقة في رد أهل البدع والزندقح يريد الموالين لأهل البيت ابن حجر راجعوا كتابه الصواعق المحرقة هذا موجود في كل المكتبات المعنية بهذه الشؤون في باب وصية النبي بهم ينقل هذا الحديث إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي يقول تتمة الحديث فلا تقدموهما فتهلكوا الذين تجاوزوا أهل البيت المتقدم لهم مارق ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلموا منكم ابن حجر يقول لاحظوا هذه العبارة يقول هذا الحديث دليل على أن من تأهل منهم للمراتب العلمية والوظائف والوظائف الدينية كان مقدما على غيره العلامة شرف الدين رحمة الله تعالى عليه أنا أوصي جميع الشباب بأن يطالعوا جميع كتبه يقول سله أنت الذي تنقل هذا الحديث وتقول بأن هذا الحديث دليل على أنهم مقدمون على غيرهم سله يعني سل ابن حجر لماذا قدم الأشعري عليهم في أصول الدين لماذا لا ترجع في أصول الدين إليهم وترجع إلى غيرهم وقدم الفقهاء في الفروع عليهم يعني فقهاء الآخرين وكيف اعتمد في الحديث على عمران بن حطان وأمثاله من الخوارج ولم يذهب إلى بابهم الإمام الصادق يترك في ذلك الصحيح المعين ولا يروى عنه حديث واحد ولكن عمران بن حطان الخارجي يذكر منه أحاديث متعددة هذا هو التمسك بأهل البيت وقدم في التفسير عليهم مقاتل بن سليمان المرجئي المجسم نحن عندنا عذر أمام الله نقول لله سبحانه وتعالى يا الله هؤلاء أنت جعلتهم على لسان نبيك أدلاء عليك وهدات إلى دربك ولكن الذين يتبعون الآخرين يتبعون عبد الله الأفطح مثلا ما عذر من يتبع عبد الله الأفطح هل قال النبي صلى الله عليه وآله اتبعوا عبد الله الأفطح هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمسك بعبد الله الأفطح فقد هدي ونجا أصلا عبد الله الأفطح ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله لو فرضنا أن عبد الله الأفطح كان في زمان النبي ولكن هل قال النبي شيئا أتمكن أن أجعله مبرئا لذمة كي أمام الله شكرا للمشاهدة موسيقى اشتركوا في القناة